وهذه التوبة واجبة فورا ومن أهم شروطها الندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة الصادق الصادق يندم على ما ضاع من عمره في معصية الله المرأة الصادقة تندم على ما فات من عمرها في معصية الله وعلامة هد الندم لهو شرط من شروط التوبة أن يتألم قلبك وأن ينزعج وأن يتأسف وأن يحزن على ما وقع من المعاصي الله عز وجل لا يعصى سبحانه وتعالى ومن عصاه بجهل وشهوة وغفلة وجب عليه أن يرجع وأن يستحضر عظيم جنايته ما تشوفش صغر لمعصية ما تقولش هادي هادي حاجة صغيرة ما شي مشكيل خفيفة ما تبرش الرأس كالحرام بالواقع قال الناس كيديروه كام بشي بوحدي ما تحاولش تتعاند مع اللي خلقك وأنت تقع في الحرام وتحدى الله وتقول ما كي إلا أحلال لا أحرام فينش في الحلال فينه هو ملقيناش لا تستحل ما حرم الله لا تجعل واقع الناس سببا لبقائك على معصية الله لا تغطر بشبابك وقوتك ومالك ومنصبك وعلاقاتك عندك تغطر ممن يصفقون لك وأنت على الباطل المعجبين لمحبين لمتملقين الذين يتملقون ما دمت على معصية الله فأنت على خطر لأنه بغي أن تندم لأنك عصيت الله ومعصية الله سبب للغواية الندم واشا عمرنا قلسنا مع ريسنا وتفكرنا شي حاجة خي بدرناها بيننا وبين الله وتقلقنا وبقى فينا الحال وقلنا باش من يجيغ نطلقوا مع الله الله تبرك وتعالى كرمنا ونعم علينا وعطانا كتر من ذاك شيء نستحقو وإحنا باقين في المعصية وشعب المرأة للمرأة اللي ما لابساش الحجاب ديالها وقد خرج بواحد اللباس اللي ومثير وفات ومتلبسة بمعصية تبرج والله يقول ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى مرأة وقفت وقلت على شعنا ما نسترش راسي وندير الخرقة ديالي وندير السيف ديالي ونستر الجسد ديالي الندم توبة الندم حزن شديد على المعصية الندم تألم واحتراق القلب على مضاع من العمر في القمار في الخمور في الزنا في الكديب في اللغو استحضر مقامك بين يدي الله